طيب أول حاجة هتيجي على زهن بعضنا أنه هنقول طيب بياناتي اللي أنا بحطها دي هل البيانات آمنة؟ هل من الممكن حد يشوفها؟ حد يدخل عليها؟ حد يستخدمها؟ بص بياناتك الشخصية هي مؤمنة بالقانون وإحنا بنستخدمهاش الفكرة كلها أن أنا ما خلي الكمبيوتر يكلم الكمبيوتر لو حداك بصيت على المنصة أنت بتستخدمش ورق خلاص ما فيش تعامل بشري يعني ما فيش لدرجة أن في واحد كان عنده شكة من الوقت بالأوقات نزل على المكتب التوسيق اللي مكتوب عليه مصر رقمي يعني خلاص لكن أنا ما عنديش مكان الفكرة في التحول الرقمي أن أنا ألغي فكرة المكان وألغي فكرة الزمن وده كله فأنا بالعكس إحنا بنستقبل التليفونات بنشوف المشكلة إيه لكن في نفس الوقت بيانات حضرتك موجودة على الكمبيوتر بتاع الدخلية في المرور وبتاع العدلة أنا ما فيش مواطن بيتطلع عليه وما فيش حد بيتطلع عليه وعشان يمشي الخلال فهي مواطن بسرية كاملة كاملة وبعدين التأمين بتاعنا مصر من دول متقدمة على فكرة في الأمن السبراني يعني مصر برضو من دواعي السرور أن فريق عمل مصري مؤهل هو اللي بيقود الأمن السبراني في المنصة أو في المنظومات الحكومية بصفة عامة خلاص فحضرتك لو تبص على عدد الاختراقات اللي حصلت بالنسبة لدول تانية إحنا لا تعد على العصاب على قد الوحد فبالتالي أنا باتكلم يعني بقول للناس واطمنهم لا هي الكمبيوتر بتكلم كمبيوتر بجيب المعلومة بحطها في المستند بتاعك بسجلها في قاعدة البيانات المواطن طبعا الموظف اللي هو بيشوف الطلب بيشوف بيانات حضرتك على الطلب ده لكن بيشوش بقية البيانات حال ولا يمكن يبقى لي بقية البيانات ولا هيقدر يعمل استعلام على بقية البيانات تمام زائد منظومة الأمن السبراني فمش حد يقدر يختلق ويأخذ الحاجة المدفوعات احنا عملينها كما يعني زي ما الكتاب بيقول في النظام المصرفي يعني حضرتك المدفوعة على مصر الرقمية PCI compliant عاليش انا اممكن بقولها بالانجليزي بس ده النظام العالمي المتبع عشان احمي المدفوعات ولم تحدث حالة واحدة من السرقة الالكترونية على المناصر يعني دي من الحاجات اللي احنا موجودة الفكرة برضو البيانات هقول لحضرتك حاجة هي بتساعدنا كمان في مكافحة الفساد لان انا بعرف حاجات كتير عوي وعرف المكتب يشتغل الساعة كام وعمل كم عاملة وده بالنسبة للمتوسط قد ايه ومين المكاتب اللي اعلم المتوسط والاقل من المتوسط ومين الوقت اللي بياخد نص الساعة ولي بياخد ساعة فده كله يعني بنعمل عدد عديد من من سميها التحليلات تحليل بالت بالزبط عشان اوري المدير بتاع المكان الدنيا ماشي عنده ازاي خلاص وبنتناقش في الاصلاح يعني احنا غيرنا كتير قوي في التوثيق يعني خدمة التوثيق خنت من سنتين لو حداك تشوفها والنهار ده لا لا تغيرت كتير كتير وفكرنا كمان في حتة المراكز المتميزة اللي فتحناها في المولات فتحنا خمسة ستة وبعدين فكرنا ان احنا نفتح فيه مع الزملاء في وزارة العدل نفتح فيه شركات المحمول عشان تشتغل في الفترة المسائية من خمسة لتسعة عشان برضو الموظفين فيه توثيق في فروع شركات المحمول ايوة من بعد الساعة خمسة من خمسة لتسعة بس دي اللي هيقوم بها لازم طبعا الموظفة بتعوزات العدل وهم هم مرحبين بخدمة الناس وهيبدأوا امتى وبدأوا فيه تلات مكاتب تفتح منهم اللي هو في سليمان جوهر ما تلوش اسم الشركة بس سليمان جوهر سليمان جوهر الدقي اه وفيه واحد في مصر الجديدة وفيه واحد في اكتوب واحد في ستة اكتوب ولسه لسه ده هيتفتح حوالي ستين مكتب زي كده حاجة حلوة قوي قوي يعني ولأ وان شاء الله في الفكرة بتاعة المراكز المتميزة دي والليها بتشتغل فترات مسائية هتعمم على خدمات كتير احنا جربناها واثبتت نجاح باهر يعني يعني الحمد لله كل الناس اللي راحت يعني مثلا عندي في التوسيق ودي اماكن عامة يعني عندي في صدق عندنا في سيتي ستارز عندنا في مول العرب عندنا في تيفلي في اسكندرية وبندور وبنشتغل دي مكاتب توسيق دي مكاتب توسيق واربع اعلانات انا فاهم بس انت مان بس انا عايزين نقول المواطن والله مش ده الغرض يعني انا بقول خدمة حكومية انا معاك بس صحيح والله بس اشال الناس تبقى فاهم وفي نفس الوقت احنا يعني لسه ان شاء الله بنتكلم ع سجل التجاري بنتكلم على خدمات تانية انها برضو تخش الاماكن اللي زي كانت اللي التجاري اه يما عدى احنا شوية هنلاقي بكاتب الضرائب بقت موجودة في كل حد والله مش مستمع ده